السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياريت اخوات وحبيبي يشاهدوا الفيديو للنهاية علشان هنقدر نعمل فكرة جميلة ومفيدة لكل اخواتنا وحبيبنا من فلتر المياه القديم فضلا على ان حضرتك ترمي في الزبالة كمل الفيديو يا حبيبي وادعمنا بلايك علشان نقدر نستمر فكرنا الفلتر وجبنا طبعا القطعة اللي فوق دي هندهنها باللون فلدي جميل علشان يبقى منظرها تحفى معانا في فكرتنا بتاعت اليوم هنيجي بعد كده نركب بقى الجزء التاني ياريت نشاهد للنهاية عندي الجزء ده اللي هعمل عليه الشغل قادي الازازة بتاعت الفلتر ازازة جميلة جدا بعد ما نظفناها طبعا هنجيب لمبة 5 واط و 5 فولت بتشتغل على شحن الموبايل موجودة عند اي حد بتاع موبايلات سعرها 10 جنيه او 15 جنيه الكتير قوي يعني بتعمل 1 دولار لو حضرتك من خارج مصر هنفك بقى الشريحة اللي في الداخل دي وناخدها هنعمل منها المشروع بتاعنا والفكرة الجميلة اللي هنقدر نعملها ونقدر ندور الاجهزة القديمة ونستفاد من الحاجات القديمة اللي موجودة عندنا عندي الطرف الموجب وطرف السالم في الانهارة هنجيب بقى سوكت بتاع شحن سوكت بتاع شحن كده عشان نقدر ننفذ ونقدر نشحن بعد ما نعمل فكرتنا هنوصل الاطراف بسرعة مع بعض ده زر عشان نقدر نقطع ونفصل الاضاءة ونقدر نشغل الاضاءة عندي بطارية هي موجودة سعرها برضو يعني 10 جنيه عندنا بالمصر يعني اقل من 1 دولار لو حضرتك خارج مصر انا وصلت السوكت بتاع الشحن كده من الفتحة اللي هي موجودة طبيعة اصلا في الفلتر وهاخد الطرفين بتوحها الطرف السالب والطرف الموجب على الطرف البطارية خدنا القطب الموجب على الموجب والسالب على السالب هنلحم بقى وهنرجع بسرعة زي ما انت شايف رجعنا هنيجي بقى نوصل الطرف بتاع الاضاءة خدناه السالب بتاع الليد خدناه على السالب بتاع البطارية والطرف الموجب هنتحكم فيه من خلال الزر اللي قدرنا نركبه في البوردة قدام منك اوه هنوصله على الزر ده علشان نقدر نفصل ونقدر نشغل تمام فكرة جميلة وحاجة تحفى وهنقدر نستفاد من الاجهزة الخردة ومن الحاجات القديمة اللي موجودة عندنا يمكن اغلبنا بيقدر يرمي الحاجة دي لكن احنا هنقدر ندور الحاجة دي ونقدر نستفاد منها ثبتنا كل حاجة زي ما انتو شايفين وقدرنا نشغل طبعا من خلال الزر ومن خلال البطارية كده شغال على البطارية اضاءة جميلة جدا وشديدة جدا ولكن انتو فاهمين طبعا التصوير والكاميرا بتاعكس الاضاءة فما بتظهرش كويس في التصوير هنركب بقى الاجهزة اللي هي عبارة عن كريستالة جميلة جدا بتدي منظر هنقدر نشغل بالشكل ده لو عايزين نشغل ونقدر نقلب بقى ونشوف الجمال لو حضرتك عندك اطفال بتكتب او بتذاكر بتعمل اي حاجة بتحضر عندك مكتب صدقني دي هتبقى عندك عبارة عن تحفى هتقدر تنور لك المكتب بالكامل زي ما انتو شايفين اضاءة محترمة اضاءة محترمة فكرة جميلة فاقل من خمس دقائق اذا نقدم معلومة لاخواتي وحبيبي اللي دايما بتشرف بيهم في التعليقات واللي بتشرف بيهم لما بيشتركوا في قناة ابداعات اللي هي في الاصل قناة اخواتي وحبيبي المشاهدين والمتابعين هنجي بقى للدور الاهم اللي هو الشاحن الشاحن ده موجود في السوق بيشحن الحجارة دي زي ما انتو شايفين كده بتشحن فيه البطارية بيقدر يشحن البطارية بكل سهولة انا بقى اقولك تجيب ايه حضرتك هتجيب بقى سوكت هنجيب السوكت ده وهنقدر نوصل الطرف الارضي مع الارضي اللي هو السالب والطرف الموجب مع الطرف الموجب وهتقدر توصله هنا هيشحن معاك لما بتوصل في الشحن بينور معاك لمبة حمرة ولما بيشحن وبيكتف الشحن لانه بيفصل اوتوماتيك عن البطارية هتلاقيه فصل معاك الشحن اوتوماتيك وزي ما انت شايف حاجة تحفة وحاجة جميلة جدا الاضاءة بتاعتها ممتازة وهتقدر تستفاد من خلال الاضاءة الجميلة وهيبقى عبارة عن كشف طوارئ يارب اخيه وحبيبكم استفاد في فيديو اليوم وفي معلومة اليوم يارد تنتظرونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة في قناة اخيكم محمد الصفتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته